أجواء الملكوت مختلفة تماماً عن أجواء برا وأجواءك في الملكوت مختلفة تماماً كتير ما بتبقى عن أجواءك حتى وانت كمؤمن يعني عايزة قارن ما بين أنت في الشارع أجواء الشارع أنت الوحدك وانت في الملكوت أجواء الشارع غير أجواءك وانت الوحدك وأجواءك وانت الوحدة غير أجواء الملكوت أجواء الملكوت مختلفة تماماً يعني مختلفة تماماً عشان كده مش عايزك تتخض أن احنا هنفرح يعني ممكن تكون حاسة أنا مش حاسة أنا فرحان أصلاً مش حاسة أن في أي حاجة تخليني أفرح مش حاسة أن في أي حاجة بس ما تتخضش لأن أجواء الملكوت مختلفة خالص عكس كتير ما تبقى مية وتمانين درجة عكس يعني خلف خلاف ما هو أصلاً إيه اللي هيكسر القوة اللي بتجذبك لأسفل غير قوة بتجذبك لأعلى فهي مية وتمانين درجة عكس هي مية وتمانين درجة عكس فلما بنعتمد على أحاسسنا مشاعرنا اللي بترمي جوانا وعلينا لحظة ورا لحظة يوم ورا يوم أسبوع ورا أسبوع كتير في الآخر بنتصور حتى كمؤمن لوحده إنه بتصور إنه هي كده دلوقتي بس لما تأتي في أجواء الملكوت أو في أجواء القصد الإلهي كتير ما بيكون القصد الإلهي مية وتمانين درجة عكس لأن دي قوة الجذب دي قوة المعجزة دي قوة القيامة دي قوة الحاجة اللي بتنطرك من القوة الهوية فحاجة بتجذبك لأسفل لكن في حاجة بتنطرك لفوق فهي مية وتمانين درجة عكس فما تتخضش من أي اختراقات فرح تقولي إيه اللي حيفرحني أقول لك حضوره زيت نعمة حاجة ترتفع جواك حاجة تنسكب عليك أجواء من الملكوت أم غيرها نفسيتك نفسك تتلذذ في زمن تقولي ما فيش حاجة بتلذذ نفسي فيه مش حاسس بطعم في حاجة تقوم حاصلة تجد إنك فرحان جدا برغم إنه على مستوى المنطق الشارع أو مستوى اللي أنت فيه لوحدك ده مش اللي حاصل عشان كده أنت وأنا بنيجي لأن لما أنت وأنا بنيجي في أجواء الملكوت بنعرف هو بيعمل إيه في الزمن لأنه بيقوم ساكي بحاجة مختلفة عن اللي حاصل برة وما نحسش ده غريب أو مش طبيعي أو بالعكس ده هو ده القوة اللي بتختارق لأنه علشان تختارق حاجة أنت محتاج سن سهم مبري عشان يتحرك عكس الحاجة دي ويشقها وعشان رب يختارق بسن سهم مبري سهم مبري يعني سهم مسنون السن بتاعه مسنون السن بتاعه حاد يقدر يختارق الحاجة اللي بتقف ففي حاجة بتخلي التغير في الأجواء وتغير في اللي حاصل وتغير في النفسية وتغير في الفقيق وفي الدبان اللي بيحصل وفي أي إن كان اللي بيحصل على النفسية وعلى الأجواء يختارق بحاجة مختلفة وما بنأتي مع بعض رب يعايز يديكي ويديني ويديني ويدينا معا الحدية دي الاختراقة دي الحتة اللي فيها النعمة دي من أجل مسحة الاختراقة إلى عكس للعالم بياخدك لي من شفقة على النفس من حصار في الزات من لخبطة ومن حيرة ومن خلاط ومن دوشة ومن زحمة ومن مش عارف من تلخبط جوه نفسك يقوم عامل عكس ده فده إي من رب 180 درجة عكس الشارع ولما بتحرك عكس أنت بتأثر لما بتدرك هو بيعمل إيه في الزمن تحرك معاه أنت حقيقي بتأثر تحركوا في القناة